اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انه روح الله الآب المرسل الراسل اللي ارسل شخص يسوع المسيح بيقول الرب عنه انه محدش يستطيع انه يقبل الى المسيح ان لم يكتذبه الآب ورب يسوع بيقول انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع تعملنا معا انه ازاي في صليب ربنا يسوع المسيح رب يسوع جذب الكثيرين اليه وماذا يجذب الكثيرين شفنا انه زاي الناس كانت بتأتي علشان تسمع الرب يسوع تسمع كلمات الحياة على فمه الناس كانت بتأتي لتشفى من الامراض الناس كانت بتأتي لتحرر من الارواح النجسة ونهارده كلمة الرب بتقول لينا انه احنا كمان اللي دعينا باسمه الناس اللي ليهم ذات الايمان اللي المسيح ساكن في قلوبهم وحياتهم الكلمة النهارده خاصة لهؤلاء انه احنا لينا جاذبية خاصة والجاذبية الرسولية ايضا موجودة في كلمات الرب يسوع اللي قال لتلاميذه كما ارسلني الاب ارسلكم انا بذات السلطان بذات المسحة بذات النعمة بذات الروح اللي ارسل يسوع المسيح بالمسيح الساكن فينا لابد ان يكون لنا جاذبية خاصة وهذه الجاذبية ليست جاذبية من صنع بشر من صنع انسان لكن هذه الجاذبية موجودة من سكنة شخص الرب يسوع في حياتنا الانذر انه يجذب نفوس كثيرة تأتي الى ملكوت الله نهذا بنتأمل مع بعض في ايتين موجودين في انجيل متة واللي بيهم بصلي ان الله يعطينا اعلان النهاردة انه كمؤمنين كمرسلين ازاي لنا جاذبية خاصة في انجيل متة الاصحاح الخامس متة خمسة وستة وسبعة هذه الاصحاحات معروفة بما نطلق عليه الموعظة على الجبل في عدد تلتاشر بيقول الرب يسوع انتم ملح الارض ولكن ان فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء الا ان يطرح خارجا ويداس من الناس ده مش موضوعي موضوع اللي انا عايزين نوقف قدام وبيقول الرب يسوع انتم نور العالم عدد 14 لا يمكن ان تخفى مدينة موضوع على جبل ولا يوقضون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت فليضع نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السموات الله عطانا امتياز وهذا الامتياز انه احنا يكون نور وربي بيقول بوضوحنا انتم نور العالم هو قال عن نفسه في موضوع اخر انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة لكن نفس الكلمة اللي قالها على ذاته قالها على المؤمنين على التلميذ على الرسل واللي امنوا بيه بسبب الرسل لهم احنا واخرين كثيرين جدا الرب امميز وقال انتم انتم يا من ام انتم يا من تحملوني في داخل القلب انتم نور العالم احنا نور العالم معناها انه هذا النور ليه جاذبية خاصة والجاذبية ظاهرة جدا الملح بيدوب في الطعام ده الفرق ما بين الملح والنور الملح ما بتشفهوش الملح بتاخده تضعه في الطعام فيدوب انتم ملح الارض انه انت بتدوب في وسط العالم غير مرئي يمكن انت تحس بالطعام لكن النور شيء مختلف النور لا يكون نور ان لم يرى للعيان لانه رؤى الاشياء اللي بنراها دي صورة علمية بسيطة جدا هي من وقوع الضوء على قرانية العين واللي بتنعكس بتنعكس على اشياء على قرانية العين فبعندها بنقدر نرى لو ما فيش نور واقع على الاشياء اللي بنراها وهذا النور ينعكس على عيوننا الظلمة ما بتخلناش ان احنا نشوف عشان كده النور هو شيء ظاهري شيء خارجي احنا بنظهره بحياتنا في وسط الناس بيقول الرب انه لا يمكن ان تخفى مدينة موضوعة على جبل لو المكان عالي وعليه مدينة على الجبل كل الناس سترى هذه المدينة ليه لانها موجودة على مرتفعة على مكان عالي وبيقول ايضا الرب يسوع انه ولا يوقضون صراجا او شمعة مصباح ويضعونه طحت المكيال المكيال هو عبارة عن اناء حديدي كلنا نعرف المكيال او خشبي اللي فيه بيكيلوا بيه القم بل على المنارة على مكان عالي فيضيء لجميع الذين في البيت هل احنا كمؤمنين لنا جاذبية خاصة نعم لنا جاذبية خاصة هذا النور لابد انه يجذب البعيدين كل من يرى هذا النور ينجذب ويأتي الى المكان الذي فيه النور المؤمنين او المرسلين هم نور العالم هم مركز هداية العالم اللي الناس تأتي اليه لتسأل عن كل سؤال في الحياة ولابد ان يكون هناك جواب من هذا النور او من هؤلاء المرسلين بتقول كلمة الله عن اندراوس اخو بطرس هذا وجد اولا اخاه سمعان فجاء به الى يسوع اندراوس كان بيخبر وبيهدي الاخرين انه يأتي بيهم الى شخص الرب يسوع تحكي لنا كلمة الله عن يحنى المعمدان مثلا بتقول كلمة الله في يحنى اصحاح واحد عدد ستة الى تسعة هذه الكلمات بتقول الكلمة كان انسان مرسل من الله اسمه يحنى هذا جاء للشهادة ليشهد للنور ليشهد لايه للنور لكي يؤمن الكل بواسطة يؤمن الكل بواسطة يحنى المعمدان لم يكن هو النور ما كانش يحنى هو النور بل ليشهد للنور كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان قاتيا الى العالم النور الحقيقي كان قاتيا للعالم في شخص ربنا يسوع المسيح ليه الناس ما بيتجيش إلى النور ليه الناس ما بتنجذبش إلى النور من جانب لأنه النور قد جاء إلى العالم بيقول الرب يسوع هذه الكلمات أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة يبقى ده اختيار الناس اختيار الناس إنها شايفة النور اختيار الخطاء إنهم رأوا النور لكن عايزين يكونوا بعيدة عن النور يعيشوا في الظلمة لأن أعمالهم كانت شريرة أعتقد أنك تقدر تفهم ده لما مرات بنعيش وإحنا في الخطيئة أو بتعيش في الإثم أنت مش عايز تقرب من النور مش عايز تقرب من جماعة المؤمنين مش عايز تقرب من الناس اللي فيهم نور مش عايز تقرب إلى كلمة الله مش عايز يكون لك علاقة مع هذا الإله ليه؟ لأن الظلمة اللي فيك بتخليك بعيد مش عايز تقترب إلى النور لألا تفضح أعمالك ولألا نور المسيح يكشف قلبك من الداخل ده اختيار الإنسان اختيار البشر لكن النور ما بيظهرش لأجل السبب آخر مرات الناس ما بتنجذبش للنور لأن النور مش ظاهر لأن النور مش واضح لأن محدش بين عملهم فلاش كشف ليهم أن فيه نور مختلف كلمة الله بتقول إن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون إذن الله بيتوقع مننا أن احنا نكون نور وأن احنا نكون نور للعالم ما نكونش ظلمة بالبرة الله ليه توقع وتوقع عالي مني ومنك إن يكون إحنا زيه بالظبط نور هو نور إحنا نور نورنا بيجذب الآخرين يأتوا ليسألونا عن سبب الرجاء عندها بنقودهم إن إحنا مش النور إحنا بنشهد عن النور الحقيقي شخص المسيح يسور حاجة تانية إنه النور بش بس بيجذب وبيهدي وبيشهد الناس وبيهدي السفن في البحر إنها تأتي إلى الميناء والمرفاء لكن النور أيضا بيضيء ويقشع الظلم عدد خمستاشر لا يوقدون سراجة ما يضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت يضيء للجميع مفروض في النور إنه يكون على مكان عالي وإنه بيضيء النور لأجل منهم في الخارج النور لأجل الناس البعيدين المشكلة فيها وفيك وفي عديدين من الناس والمؤمنين إن إحنا حرصين جدا على شكلنا حرصين جدا على كياننا حرصين على طيفتنا حرصين على كنستنا حرصين على جماعتنا بنلمع بنزوق لكن مش عزين معكس نور المسيح إن انعكس نور هو نورنا إحنا إن انعكس نور هو مجد أفعالنا التي نفعلها لكن النهاردة التحدي اللي لينا كمرسلين بيستعدوا علشان يجمعوا مع الرب حصاده إن النور اللي فينا يكون بيقشع الظلمة اللي في حياة الناس بيوضيء للآخرين اللي حولنا ما نقضاش نحط النور تحت المكيال بحجة الحكمة ما نقضاش نحط النور تحت المكيال بحجة الخوف ما نقضاش نحط النور تحت المكيال بحجة إنه مفيش حد يسمعنا النور لابد إنه يكون في وسط الظلام ولابد انه يغلب الظلام يمكن ما يفرش فيه مسافات بعيدة جدا لكن على مقدار النور اللي فيك على مقدار ما تصل الى مساحات اكبر هل ده واضح ده مفهوم انه لو انا عندي كشاف صغير من النور يمكن بيفرش على بعد اثنين تلاتة متر لو عندي فيستاد للكرة ولا للالعاب الكم الضوء طراه من اميال بعيدة لي لانه قوة النور اللي فيه بتشهد وبتفرش الى مساحات عديدة جدا نفس الفكرة النهاردة ربنا بيقول هالي والهالك انه النور اللي في داخلنا بمقدار ما نسمح للمسيح ان يعيش في حياتنا بمقدار ما يتعامل مع الظلمة اللي موجودة في داخل اعمقنا بمقدار ما نقترب الى مصدر النور انعكاس شخص المسيح يأتي على حياتي وحياتك فيصل هذا النور الى الاف و الى ملايين من البشر في بعض التجمعات تجمعات للمؤمنين النور زيادة عندهم بس النور اللي زيادة عندهم مش نور الى العالم مش نور الى الناس مش نور الى الخطاه و الى البعيدين لكن نور بيكشف خطايا الغير و اثام الغير و سقطات الغير و نقصات الغير و بيكونش عند هؤلاء الناس غير اللوم والشكاية والدينونة أحدهم على الآخر الله لما أعطانا نور لكي نكون نور للعالم نور للعالم نور المسيح اللي ينعكس علشان يصل إلى العالم المحتاج اللي عايش في الظلمة فيأتي ويسرع إلى شخص ربنا يسوع المسيح النهاردة قدامنا دعوة دعوة بالخروج للنور إلى العالم لأن الشيء الوحيد اللي حيتغلب على الظلمة هو النور الكلمة بتقول أنه فيه في شخص المسيح الساكن فينا كانت الحياة الحياة كانت نور الناس النور اللي بيضيق للناس هو الحياة اللي في شخص المسيح والنور يضيق في الظلمة والظلمة لم تدركوا ما غلبيتوش لم تستطيع أنها تقهروا بسبب قوة النور عزيزي مشاهد وعزيزتي أنا بسألك النهاردة لو كان فينا نور المسيح صدق وآمن النهاردة أن المسحة اللي موجودة في دخلك أن النور اللي موجود فيه أعماقك قادر قادر بنعمة خاصة جدا أنه يصل للآخرين لو حياتك كانت في خوف الله لو حياتك كانت في نور المسيح ناس كتير سيأتوا ويروا النور في حياتك ينجذبوا إلى مصدر النور إلى شخص المسيح الساكن فيك الشيء الثالث اللي بيصنعوا النور والجاذبية لها لابد أنها تصل أن هذا النور لابد أن يراه العالم عدد 16 بتقول كلمة الله هذه الكلمات بيقول فليضئ نوركم هكذا قدام الناس ليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أبوكم الذي في السماوات يضئ نوركم هكذا قدام الناس النتاج الطبيعي أن المسيح ساكن فينا النتاج الطبيعي أنك ماشي في حياة مع الرب النتاج الطبيعي أنك بتعيش حياة مقدسة النتاج الطبيعي انك بتعيش على كلمة الله النتاج الطبيعي انك مؤمن النتاج الطبيعي انه الله قد ولدك من فوق النتاج الطبيعي ان يكون فيك نور قادر يرشد الآخرين ما تقوليش ماليش فايدة ما تقوليش انه ما عنديش حاجة قديها وجود المسيح في حياتك كافي انه يشع من داخل حياتك نور يجذب الآب يجذب به النفوس فتأتي إليك تسأل عن سبب الرجاء الذي فيه تسأل عن القاب السماوي اللي تمجده لكن الكلمة بتقول هنا ان النور ده هو ايه يروا اعمالكم الحسنة يروا اعمالكم الحسنة الاعمال الحسنة الحياة الطقية الحياة ضد الطيار الحياة اللي مش مشية مع الناس وبس لكن الحياة اللي وقفة بتختار اختيارات حقيقية بحسب كلمة الله الحياة اللي وقفة كما يحق لانجيل المسيح اللي بتعيش فقط كما لتقوى الله وكما لكلمة الله إنها تكون هذه الحياة أنا عارف إنها صعبة صعبة بس مش مستحيلة الرسول بوليس بيقول لنا في فليبي 2 وصحة وعدد 14 هذه الكلمات فعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجدلة لكي تكونوا بسطاء أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتون أيوة فعلوا كل شيء بلا دمدمة بلا مجدلة بلا دمدمة يعني من غير نقاش وحدة ما بيننا وبين بعض بلا مجدلة من غير كترة أسئلة بيننا وبين الله ليه وعلشان إيه لكي تكونوا بسطاء أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي كلمة الله لم تنكر أننا نعيش في وسط جيل معوج وملتوي كلمة الله لا تنكر أنك بتمر في ظروف قسية كلمة الله لا تمكن أنك عيشة وبتشتغل مع ناس قساء مع ناس مش مؤمنين مع ناس بيتطهدوكي كلمة الله بتدرك هذا وبتعلن عن كده لكن بتقول الكلمة في وسط دول تضيقون بينهم كأنوار في العالم في وسط الظلام نضيق كالنور النور مش محتاج نور زيادة علشان ينور لكن اللي محتاج للنور هو الظلمة اللي محتاج للنور الناس اللي عايشها الناس البعيدة والنهاردة دعوة الله لي وليك ياللي عايش في هذا الزمان واللي عايش في هذا المكان اللي أوجدك في الرب الله اختارك الله ميزك الله أعطاك نعمة الله ظهر ليك الله كشف ليك عن بره عن قدسته عن رحمته الله أعطاك نعمة خاصة أن يكون فيك نور هذا النور يجذب ويعكس نور المسيح يسوه وأنا من هذا المكان ومن هذه الشاشة أنا بقف كشخص مؤمن اعتذر لكل واحد لم يرى النور في مؤمنين حواليه لم يرى النور في أولئك المدعوين أن يكونوا مرسلين يكونوا مسيحيين اللي الناس اللي معروفين أن هم للمسيح يسوع لكن لم يرى فيهم النور لم يرى في أفعالهم النور أنا بقولك سامحني سامحني بالنيابة عنهم جميعا أنا باعتذر منك مش المفروض أن يكون كده من المفروض أن احنا نعيش كنور من المفروض مهما كانت قيم العالم مهما كانت مسلو مهما كانت التحديات أن الناس دولا يكونوا مختلفين والنهاردة جاي شجع كل واحد فينا أيضا بذات الكلمة اللي بيقولها الرب إنك نور إنك نور لا تسمح لمكان في حياتك أن يكون موجود في الظلمة لا تسمح لركن أن الشرير يكون بيمسكه لأنك عايش في ظلمة ما ما تسمحش الحتة أنت حاسس فيها بالتهديد ما تسمحش الشيء يدور في حياتك وإنت خايف حد من الناس يعرفه تعالى النهاردة للا قادر أنه يحرر للا قادر أنه يخلص للا قادر أنه يعتقك مما أنت فيه تعالى إلى نور ربنا يسوع المسيح تعالى واقترب منه النور وعندها الظلمة تنقشع من حياتي ومن حياتك لما نعمل كده احنا بنخاف من بعض والناس بتخاف من بعض كل واحد بيحاول يزوى التاني كل واحد بيحاول يغطي على نفسه في أمر ما إزاي نمشي مع بعض إزاي نسلك مع بعض خليني أختم بهذه الكلمات الموجودة في يحنى الأولى والأصحاح الأول بتقول كلمة الله عن شخص الرب أن الله نور يحنى الأولى صحاح واحد وعدد خمسة وليس فيه ظلمة البتة إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نجذب ولسنا نعمل الحق لو أن اللي لنا شركة لنا اتصال لنا علاقة مع الله ولسه في الظلمة احنا بنجذب والحق مش فينا لكن إن سلكنا في النور كما هو في النور لو احنا مشينا في النور زي ما هو في النور إيه اللي هيحصل الحتة السودة اللي في حياتنا هتنكشف أخطأنا وسقطتنا حتبان حتتفضح لنا شركة بعضنا لو أنت بتضع على علاقة وثيقة وعلاقة عميقة بينك وبين الآخرين مش هتكون إلا في النور لنا شركة بعضنا مع بعض واللي هيحصل إنه دم المسيح يسوع ربنا ابنه يطهرنا من كل خطيئة اللي هيصطرني و هيصطرك وإحنا مشيين في النور وبتتفضح خطيئنا وبتتفضح نقصتنا و ضعفتنا هو دم المسيح اللي بيغطيني و بيغطيك ما أروع إن إحنا نعيش في النور ما أروع إن إحنا نكون في النور والنهار دا أنا عايز أقول ليك أحبائي والكل واحد فينا إنه أبونا السماوي يحتاج إنه يمجد ونعطيه المجد جميعا وهذا المجد يأتي عندما يرى الناس أعملنا الحسنة النهار دا أنا بادعو كل شخص فينا وكل واحد بيشاهد عايز أقول لك إن العالم عطشان إن الناس جعانا من حوالينا الخليقة إنه تتمخد معا بتقول رسالة روميا صحاح 8 بتتوقع استعلان مجد أولاد الله مجد أولاد الله اللي فيهم مجد يسوع المسيح اللي فيهم نور يسوع المسيح مستعلن ولما يستعلن الخليقة هتلاقي حل الخليقة هتلاقي جواب الخليقة هتلاقي طريق وسكة تصل بي إلى قلب الله الآب النهار دا دعوتي للجميع دعوتي للجميع هل 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 جماعة المؤمنين هل الكنيسة هل المكان اللي أنت موجود فيه هل حياتك هل شاهدتك فقدت الجاذبية النهاردة انا بصلي من قلبي من جديد انه الجاذبية تعود تعود من خلال شخص المسيح اللي عايش فيه وسيك تعود من خلال هذا الروح المرسى الروح الآب اللي ارسله في شخص المسيح والساكن فينا ايضا اللي يجذب نفوس عديدة واللي بيأتي بيها الى ملكوت الله انا وانت النهاردة قدامنا تحدي تحدي حياة او موت تحدي ان احنا هنكمل العمر ونعيشه زي ما احنا عايشين بنسعى الى ان احنا نكون جنب الحيط نسعى ان احنا نكون مختبئين نسعى ان احنا نكون تحت المكيال او نسعى ان احنا نكون ظاهرين واضحين الخوف مكسور من حياتنا والمزلة والعبودية انكسرت من علينا مش خايفين من شيء لكن عايزين نظهر نور المسيح في حياتنا يوها المؤمن انا احمسك اليوم انا اشجعك اليوم انا اصلي في اسم المسيح انه ترسل كلمة التحدي الى داخل قلبك كون نور لانك لو ما كنتش نور ناس كتير عايشة في الظلمة هتموت وحتكون في الظلمة وصرير الاسنان ممكن يكون السبب انا او انت لان انا ما عشناش الضور اللي علينا ان احنا نجذب الناس الى الشخص الرب بسبب انه النور اللي فينا انطفق وان احنا عايشين في الظلمة بشجع قلبك وقلبي النهاردة واقولك النهاردة اخرج الى العالم بصدر جديد اخرج الى العالم بنور جديد اخرج الى العالم وانت طالب من ابوك السماوي انه اللي بيغطيك ويصطرك بدم الحمل على الدوام اللي قبلك بعيوبك ونقصاتك وضعفاتك اللي حطك في مكان صعب ومكان شاق ومكان مليان بالظلمة الشديدة وده رب اشكرك اشكرك لانك تستخدمني مثل شمعة تستخدمني مثل فتيل يمكن بيدخن لكن لم يطفق بعد الرب النهاردة ييجي عليك بمسحة جديدة النهاردة ييجي علي حياتك بمسحة يديك اتقادة نار في الداخل يديك اشتعال في داخل قلبك وفي داخل حياتك انك تنير من جديد لمن حولك يعطيك الله ويعطيني نعمة في تصرفاتنا في كلمتنا في ردود افعالنا ان احنا نعيش ونصنع اعمال حسنة فيرى الناس النور ويرى شخص المسيح في حياتنا قبل ما في الحلقة النهاردة عايز اشجع كل واحد فينا واقول لكل واحد النهاردة تعالى بخضوع تاني قدام الرب وتعالى اطلب وجه الله من جديد ويعال لعمرك ما شفت نور النهاردة بصلي في اسم الرب يسوع انه هذه الكلمات تكون نبراث جديد تكون امل ورجاء جديد اقولك لو في ناس كتير عصروك لو ما شفت الشخص الرب انا باعتذرلك مرة تاني لكن عايز اقولك لو رجعت للكلمة الحقيقية حتشوف نور المسيح خارج منها وفيه فيه امثلة حقيقية كتير جدا لو جيت ومشيت في النور الله حيمسك بيك الله حيستخدمك الله حيكذب كثيرين انهم يأتوا يأتوا اليك ويسألوك عن سبب الرجاء قال ينصلي النهاردة ان الله يدينا نعمة وامانة ان احنا نعيش في النور نعيش في النور ما فيش حاجة اتغير عالمنا ما فيش حاجة حتأتي بالنفوس الضلة ما فيش حاجة حتعجل بزمن الحصاد وان الرب يجد ناس يأت منهم على انجيله يأت منهم على كلمتهم يأت منهم على نوره إلا ناس جات وحطت ايديها على كفها وقالت احنا ليك بالكامل استخدمنا يا رب صلي معي النهاردة هاللويا 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 يا رب بشكرك 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 لانك ترسل روحك يا رب ترسل روحك يبدد الظلمة من القلوب وانا بصلي في اسمك النهاردة يا رب يأتي نورك يقشع الظلمة يا رب من داخل قلوب كثيرة جدا تعالى بنورك يا رب اكشف النهاردة اكشف عن مواكن الضعف فينا اكشف عن اماكن الظلمة اللي موجودة في حياتنا تعالى النهاردة رب خصصنا جددنا غيرنا خلصنا من عبودية الظلمة يا سيد الرب علشان نكون نور حقيقي بين يديك تستخدمه فيشعل العالم من حولنا كما ارسلت الابن والابن ارسل تلميزه وانت ارسلتنا معه بذات الروح يا رب بذات الروح اللي بيجذب كثيرين انا بصلي في اسمك لاجل اطلاق لهذا الروح يا رب اطلاق لهذا الروح اعطي ولادك اعطي بناتك اعطي عبيدك انهم يعيشوا بامانة قلب انهم يعيشوا في اخلاص بحسب حقك وكلمتك لكي يصطع فيهم نور المسيح هاللوية 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 شكرك لاجل النور شكرك لاجل شخص النهاردة يا رب شكرك لاجل شخص النهاردة يا سيد الرب فيه ظلمة في حياتك بقى لك وقت وبقى لك مضة لاجل قرار لاجل قرار رب النهاردة بيعطيك نعمة انك تشوف نور جديد تاخد في هذا القرار للخطوة شكرك لأجل نور 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 واضح لكثير الآن نور يا ربي يخرج يخرج نور ربنا يسوع المسيح يخرج ليتضح ليينكشف أمام عيون كثيرة جدا فتعلم أنك حيا أنك أنت موجود شكرك لأجل نور النهاردة لأجل استنارة داخلية لأجل أكتر من حد النهاردة بيشاهد استنارة داخلية روح إعلان بنور جديد من شخص ربنا يسوع المسيح شكرك يا ربي لأجل نور أيضا بيكشف العيون بيعيد البصر بيعيد البصر بيعيد البصر لمسة من يدك الآن يا رب بتعيد البصر بنور المسيحي اللي بيعيد البصر وبيعيد النور إلى العيون مرة تانية وبارك اسمك يا رب لأنك قادر أنك تأتي بنعمة جديدة ببصيرة جديدة في الروح القدس لكي نرى ونعرف يا رب ولكي نكون أيضا يا رب منارة على مكان وعلى جبل عالي يا رب يستع لكل من حولنا بصالف اسمك رب ثبت كلمة حقق جوة القلوب النهاردة يا رب وعطينا نعيش في النور لنجذب بجذبية رسولية يا من أرسلتنا ينجذب كثيرين يا رب ويأتوا إلى ملكوتك في اسم المسيح يسوع لك كل مكتب آمين عزائي بفكركم مرة تانية لو عندك سؤال اكتب لينا على العنوان الموجودة على الشاشة لو بتبعت مسيج من فضلك ابعت مسيج على الرقم اللي موجود أو الإيميل اللي موجود قدامك بشجعك اليوم وبقولك كلمة الله حية كلمة الله فعالة أدرا أنها تخلص أدرا أنها تبارك أدرا أنها تحفظك تحفظ كل من ليك إلا أنا ألقاك في حلقة خادمة والربي يكون معكم قد جاءت أيام الحصاري لنجمع ونحصد حكوم الضربة تغطي الأمم أما علينا فيشركوا نور قوة ذاك ينكب السماء يشركوك الشمس في بيائها صوتك المياه عينات الحيبنا آتي أهن البك لينصرنا اشتركوا في القناة